موزيكة فهم تبع الموشا سيد الفرجاني المكلف بمأمورية في وزارة العدل في فترة حكم الترويكا انت بحثنا اليوم للرد على تصريحات سيد مبروك كرشيد المحامي بخصوص ملف تسليم البغددي المحمود في ليبيا اللي كان ضيفنا البارح سيد مبروك كرشيد قال وانك انت قلت في وسيلة اعلامية انك رفقت رئيس المخابرات الليبية علامة طائرة ليبيا الى فرنسا لمقابلة محامي فرنسي وكان ايضا تحدث على انه سيد بغددي المحمودي تعرض للهرسلة في سجن المرنجية في تونس اصبح سلعة في السجن فضل يا سيدي رحمة رحمة اولا شكرا على الفرصة شكرا لك تبقينا فهم كلام معنتها يظهر اللي ما عنديش عليه تعليق سواء انه معنتها فهم خيال مرضي انه ليس هناك مرافقة لم اقل جملة وتفصيلة اني رافقت مسؤول المخابرات او لا اي شيء لموجود اتحده انه جيب اربع ورقة او اربع كلمة تشي او توحي بهذا فمعنتها كعادة سيد كرشيد انه عامل من القضية هذه فونت كوميرس باش يظهر في الاعلام وهات انه حيول القضية هذه منذ سنوات اشتبقى له ما يبقى له شيء لكن نرجع للموضوع موضوع هذا ساعة انه كونه انا الان نتكلم لانه وقت اللي يقول انه رافقته هذه ما عنديش داخل لوزارة عدل لا غير وزارة عدل سواء كان صارت ولا ما صارتش فانا جيت لهنها مش نتحدث على الوضع اللي كونه الكلمات اللي تتقال واللي معنتها يعني انه نبقى بهت كيفاش واحد يخلي شعب ليبيا ويتلهاب قضايا مرهاش مشكلة انا في انه هو كان في احدى المرات في احدى الفترات كان المحامي متاعه واطلب من وزارة العدل واطلب بخصوص البرلمان انه يحل القضية هذه بجميع وثيقها واسرارها وكذا لانها ما شفتش فيها حاجة كبيرة ياسر في انها مش تضر الرأي العام ومش تضر الامن القومي الرجل لهذا كان في وقت من الوقات عامل اضراب جوع متاع بشيقة الروح وكاتبه بيديه فكان ضروري شكون يكلمه شكون يتحدث معاه ويهب معتها نوع فتحدث على البغددي المحمود بغددي المحمود يقتلي كان في السجن فهو المسألة كتبوا هذا دبي انه قد معناها ينتحر ليس كون وجه هذه الرسالة لا وجهها للوزارة وزارة العدل هو معتها في دارة السجن وزارة العدل وعمل قدش من مرة معتها اضراب جوع اضراب جوع وحشي ثم رفض اخذ الدواء وهو عنده القلب وكذا فانت بانسان اي واحد عنده شعور متاع حقوق انسان وكذا انك ما يساعدكش انك تصير مصيبة معناتها واحد كل حاجة في بلاستها انا منيش ان نتحدث على الاتهامات رغم انها معانتها مسجلة من طرف الواحد فيما خص النداء بالاغتصاب انساء وكذا كذا لكن هذا مهمنيش معانتها القضاء يقول عليها صحيح ولا غالط هذا سيصرفار لكن بالنسبة ليه كشخص موجود كان وقتها سيبو صفى الاحيوي مسؤول على القاضي وهو مسؤول على السجون في داخل في داخل وزارة العدل في وزارة العدل وقت اللي معانتها جاء كان طالب شكون سوتيان ومورال كيفاش واحد يكلمه بمنطق سياسي وهو بفعلا مرة واثنين نجحنا فيها ورفعها بعد ما مشيت له اتحدثت معاها رفعها في المرتين انتي مشيت له انا مشيت له مرتين وثلاثة معانتها في الواحد لانه مش المرة مرات هو كإنسان عنده ضيق كأي واحد موجود في حالته هو يحس بضيق برفوها يرى انه كشنيه وضعي معانتها لانه بلاده الطالب بيه ويعرف هو واعي بالمشكلة متاعه فبالنسبة ليك وقت اللي تواصلت معاها انت وقلت انه كان يقوم بإذراب جوع ويحب بشكل روح هو اللي نحكي فيه مش هو حكاهولي لي ايه اما انتك مشيت وتواصلت معاه شنية كانت مطالبه على اعتباره انك مشيت بيش تهدي بيش تقوله ايه هو يطلب هو يحب شمو يطلب من الوقت هو يطلب مش يخرج في إقامة جبرية هو طوال المشكلة كان يعني تخليني نكون واضحين راهي موضوع المسألة المطالب البغدادي ومطالب مجموعة كل من لهو عائلته وغيره يحبوه ما يتسلمش الليبيا ويمشي في إقامة جبرية يعيش في دارة وكانت محاولات في هذا في الواحد ولكن هذا موضوع هذا موضوع يمس مع انتها ليبيا ويمس كذا سياسة عليا ماشي بتاع واحد مانيش نحكي على القضاء القضاء قال كلمته يزوي تسلم لكن أنا بالنسبة لي لن ندافع على اشغال القضاء وكذا فما التعامل مع وضع حاضر النقطة الثانية اللي تهمني ياسر في حكاية واحدة بالله لنفطة رض بما انه هو كذب وبهتان اللي يقول فيه سيكورشيت كون يرافقتو على فكرة لا سافرنا مع بعضنا اللي يحكي فيه كل مرافقة أنا بالنسبة لي عندي تقريبا في حكومة الكيب وقتها اللي حكومة اللي هي معانتها منتخبة وكذا جمعا كنا نقراه كنا مع بعضنا في بريطانيا معارضين وكذا في وسطهم صحابي اللي يكون معانتها تقريبا من 13 اللي 14 بين كتب دولة وزير لأنه كنا فيهم اللي يصلي ونصلي مع بعضنا في نفس الجامعة فرد حومة فرد كذلك سنوات معانتها متاعا فأنا هنا عرفتهم ماذا ما في الواحد في الإطار هذا بالنسبة للناس اللي هي متصلة بالناس اللي كانت تدفع للقذافي وكانت معانتها شنحوالهم ماذا ما بالنسبة لل أنا مانيش نتكلم على العائلة على العائلة الإيديولوجية بتاع سيكورشيد فالعروبة والقومية مدرسة عريقة نحتربها لكن الناس اللي قاعدة تعمل في فونت كومير سابقا ولاحقا في هذا الموضوع واللي منهم سيكورشيد خلنا سألك سؤال باش تتوضح الرؤية أمامنا على اعتبار التصريحات اللي قاعدت قوم بها سيادتك انت قلتوا انه عندك علاقة بربما 12 أو 13 وزير وكتب دولة في الحكومة اللي باقي وقتها وقت تسليم البغددي المحمودي في البريود هذيك سيادتك انت كنت مكلف بمأمورية في وزارة العدل كنت قبلت البغددي المحمودي ثلاثة مرات تقريبا في السجن وهذا حسب تصريحك الآن سيد مابروكورشيد تتحدث على انه موكله تعرضة للاعتداء والتعذيب في تونس وللابتزاز من أطراف ليبية في حين انه القانون في تونس يمنع اي شخص من الدخول لزيارة السجين الا ما يكون من أقربائه أو المحامم كيفش أطراف تدخل لسجوننا التونسية هذا كذب مبهتان مستي كورشيد علاش اللي دخله فما دخله جاي قوضات باتصال بقضيته جايوا ناس فما دي بروسيدور وإجراءات انت وقت اللي تبدأ قضية مفتوحة وانك مش تمكن قوضات باش يشوفوا شخص معنتها في ظروف تماما احكاية التعذيب يكذب كذبا كاملا اتحداه وهو على فكرة لو كان جاي صادق الابتزاز والهرسل لحظة قضية التعذيب في السجن اللي كونه معتها زعمة زعمة اللي هو شمبيون تحقوق نساء انت كي محاميه علاش ما خرجش الكلام هذا في وقتها في بلادنا في وقتها ولا توا ولا في بسيرت الوقت الناس كل تتكلم منظمات الحقوقية تتكلم فانت وقت اللي إذا كان الكلامك صحيح علاش ما خرجشي وقتها وانت محامي علاش ما قمتش بقضية ضد الناس اللي عملوا هذا وانت موكله مع العلم انه هناك وثيقة موجودة انه السيد البغدادي المحمودي يتفصى ويرفض ويلغي محامات بمتاع سي كورشيد مع اشخاص خري بالنسبة اللي يتحدث على التعذيب هذية ساعة كذب وبغتال نقطة نختم بيها ماذا بي كانو وضحينا زاد عسي سيد الفرجاني جس النقطة متاع الابتداز وحتى في رسالة كان موجهها البغدادي المحمودي وقت اللي كان في سجن المرنقية لرئيس الجمهورية وقته سيد المنصف المرزوقي كان طلب انه الحماية متاع رئاسة الجمهورية وقالوا انه تعرض للابتزاز وانه هو لبوت نواغ متاع نظام معمر القذيف وحتى انهم يعطيوا شفرات متاع الحسابات وكشوف الحسابات تاع النظام الليبي في فرنسا وغيرها من البلدين الأوروبي هو بقلش اللي صار فما في ساعة مرحلة لولة هذه اللي يقتل كان معه رئيس الجمهورية فقط كانت قبل دخول اصل حتى حكومة الترويك يعني قبل دخول موضوع وزارة العدل وحكمة لليانهم فما كان خلاف تأويلي فما خلاف تأويلي في بين هل أنه رئيس الجمهورية هو اللي عنده في المسألة هذه اليد العليا وإلا رئاسة الحكومة وتذكروا الموضوع ذلك اما مش نرجع للموضوع الرسالة قضية أنه كونه الرجل هذا فما جيها بتزدته في الواحد هو الواقع فما اكتشفت أنا أنه فما محاولة من طرف محامي كان يحب جاي من خلال محامي من بتاعه شركة بتاع محامات تونسية وهذا يخواله القانون التونسي أنه يحب يشوفه اكتشفت من خلال الحديث فهمته مع المحامي هذا الفرنسي أنه الرجل يحب يطلب من شكونه لكود بونكير لكي يكملهم لأنه عنده علاقات مع جميع الشخصيات متاع القذافي سواء كان في النيجر أو في جنوب الفريقيا أو في فرنسا أو في جنوب المسألة لم يقع زيارة الشخصات أصلا يعني قع يعني يعني طيب هناك محامي فرنسي جاي من شركة محامات حبي قابل سيد البغديدي المحمودي وكانت نياته أنه ياخذ لكود بونكير قابلك أنت قبل ما يمشي قابل هو مش يجيب يجب يعمل مطلب وقت اللي يعمل المطلب المطلب أنه كونه لم يراه يعني لم يقع تمكينه فقضية تبتزاز بتعليه منين عرفت أنت المعلومة هذه أو كيف قابلت هذا المحام هو جاي من جملةها قابلني قابلني وانا في المسؤوليتي فهو وقت اللي جاي يتكلم معنا كذا أنه الساعة لم يقع تمكينه ما قعش ما زاروش جملة وأما حكيت أنه فما ناس تبتزوا لتونس تونس عمرها كدولة تخلي روحها في أنها تاخذ فلوس ليبيا هذا لم يجلق إليه أنه بعض محامين يحبوا يتاجر كذا قصة أخرى هذا أمر شخصي ولأوا عمى مع المحامين فكثير منهم شرفاء واضح جدا أنا سيد الفرجيني المكلف بمأمورية في وزارة العدل في فترة حكم ترويكا كنت حاضرة بحثنا للرد على تصريحات المحامي وبروكورشيد ضيفنا البارح في ميديشوب